السلام عليكم ورحمة الله كيفكم طلابي معكم أستاذكم الإنجليزي أستاذ عبد الرحيم حطاب اليوم سأعطيكم الدرس صفحة 103 في دوسية الفصل الثاني له خطأ punctuation خطأ في علامة الترقيم خلينا نشوف هالنصائح هاي عشان نعرف شو المبدأ العام تبع الدرس المبدأ انه عندك علامات الترقيم وبعطيك فراغ فأنصحك نصيحة إذا بعد الفراغ حرف small حرف صغير حط دائرة على الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة تمام إذا بعد الفراغ حرف capitalized يعني capital حرف كبير دع دائرة عن نقطة أو علامة التعجب بيجو مع بعض طبعا لا لو أجو مع بعض أعرف أنه الثنتين غلط تمام زائد أنه النقطة دائما نهاية الكلام يعني مرات الوزارة بتجيب لك الفراغ نهاية الكلام ما فيه إشي تطلع عليه بعد فأنت بتكون عارف أن هالنقطة نهاية الكلام طيب أي فراغ بعده حرف capital حرف كبير قلنا نقطة أو علامة تعجب طب ماشي بس بدأ أصير أنت بها معلومة إن السؤال علامة الاستفهام بيجو وراها حرف capital أيوة كيف بدأ ميز إنه الجملة سؤال بدك تميز إنه الجملة سؤال اعرف إنه السؤال إلى البداية التالية يا بأعطيك WH دير بالك WH لحاله ما بكفي يا ما الوزارة جابت جمل WH وما كانت سؤال WH وراه فعل مش حافظ شو الأفعال يا أستاذ شو قصدك am is are was where have has had do does did will would can could shall should may might must الأفعال اللي كنت تحفظها بالreported speech اللي كنت تحفظها بوش اللي لما تحولهم أو إلو بداية ثانية إنه البداية مباشرة فعل تمام تمام شوفنا هاي الملاحظات تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة التالية المثال الأول على السريع طلعت بعد الفراغ لقيت because البي حرف small يا فاصلة يا فاصلة منقوطة ما في إلا خيار ب فاصلة طيب نيجي للجملة الثانية بعد الفراغ حرف capital الفاصلة غلط الفاصلة المنقوطة غلط عندك نقطة وعندك علامة استفهام هل الجملة سؤال لا فإذا النقطة الجملة البعديها عندك حرف capitalized capital إذن الفاصلة خطأ والنقطتين النقطتين إيش هذول ما مرقوا معي طب خلنا نطلع بالأول طب النقطة صح طبعا لا متى استفهام صح أيوة شو القصة طبعا النقطتين هس رح أعطيك إياها لسه ما أعطتك إياها اطلعت بالأول لقيت WH وراه فعل انتهى هاي السؤال إذن الجواب C الجواب عفوا C اللي هي هنا طيب نيجي لجملة الرابعة اللي بعدها We did the washing up فراغ also حرف A capitalized capital إذن خيار B اللي بيبلش بفاصلة طب يا أستاذ في فراغين ماشي إذا فراغ خطأ كله خطأ فإذا هذا الفاصلة مع الكابتال غلط إذن هذا الخيار غلط إذن هذا مزبوط نقطة هذا مزبوط نقطة هذا فاصلة إذن هذا خطأ طيب إذن صار عندي يا A يا C طب كمل بعد الفراغ نهلة دتسو آه طب بعد النقطة وأجأ also also جملة جديدة هل also سؤال عشان تحط علامة استفهام لا يا أستاذ مهين بيني طب كيف أحط فاصلة مهين N capital عمرك بحياتك سمعت إنه الاسم بين كذب small الضمير I واسم الشخص واسم البلد والمدينة هذول دائما capital فالجملة مش سؤال إذن طبيعة تأخذ فاصلة إذن صار نقطة وفاصلة إذن الخيار الصحيح هو A وباقي الخيارات غلط تمام جملة نقم خمسة انتبه هاي فيها قصة بيجي الطالب بيطلع W هون small إذن النقطة غلط علامة استفهام غلط فاصلة بس الطالب بيحكي مع حاله مش إيش هذا القوس سكر قوس مطلوب معي ما مراجب الوزارة بس هاي جملة بكتابك بنهاية الكتاب طب شو القصة فيها يا أستاذ آه في فتح قوس إذن سكر قوس طب كيف يبدأ عرف طب هاي يا أستاذ مش WH مع فعل أنا قلت لك WH مع فعل بالبداية مش بنص الكلام إذن هذي مش سؤال لأنه يفضل عمل لك اسم شخص هون capital تروح تركض على السريع علامة استفهام WH مع فعل بالبداية بيكون سؤال هون مش سؤال طب إيش هاي WH مع فعل اللي بنص هاي اللي مرقت معه قواعد الوحدة الرابعة إذا متذكر بقواعد unit 4 الوحدة الرابعة كانت الwho والwhich والwhere والش اللي هاي وكنا نحكي إنه هذا WH الwho والwhich والwhere إذا أجى قبله فاصلة ممنوع نحط ذات اللي مش متذكر يتذكر إذا ما حدا تذكر ما بهمنيش الفكرة هون كالتالي إنه WH هذا بوسط الكلام عشان تميز إنه مش سؤال بتكمل ثلاث تكملات إذا كان قبل WH فاصلة سكر فاصلة إذا كان قبل WH قوس سكر قوس إذا كان قبل WH هايفن يعني شحطة سكر شحطة يعني تخيل الوزارة تجيب لك دع دائرة على الشحطة وتصير تقول نعم من وين هاي أول مرة بشوفها فانتبه إنه هذول الثلاث حالات للWH بالوسط إنه يتسكر فيه الجواب إذا فاصلة بسكر فاصلة قوس بسكر قوس شحطة بسكر شحطة فبتطلع هون بلاقي WH بالوسط إذا قبله فاصلة بحط هون فاصلة قبله شحطة بحط هون شحطة قبله قوس إذا نسكر الجواب D قوس طيب رقم ستة آه يا أستاذ قلت إنا أي جملة بتنتهي بنقطة نهاية الكلام نقطة آه ما في نقطة طبعا طب إيش عندي فولوينج اكتب عندك فولوينج التالي يعني إليك النقاط التالية أها التالي إذا بدبلش أعدد إذا النقطتين فوق بعض هاي استخدام النقطتين طب يا أستاذ افرض حط نقطة صعب لأنه الثنتين بيصيروا صح طيب رقم سبعة يا أستاذ نهاية الكلام نقطة هنا خلاص ما في مزح تلعب إش معنا لأنه هاي مستحيل فاصل نهاية الكلام غلط ايه دي مستحيل علامة استفهام نهاية الكلام لا ممكن علامة استفهام نهاية الكلام شو المشكلة طب افرض كانت سؤال لا والله مش سؤال انتهى آه بتنتهي بنقطة بس لحظة هاي بتنبهك لا إشي إنه أنا فتحت علامات اقتباس إذا حط نقطة وسكر علامات الاقتباس فنقطة بعدين علامات الاقتباس فنقطة وعلامات الاقتباس برة لأنه تخيل بالوزارة يجي يعمل لك علامات اقتباس ونقطة لا غلط نقطة سكرت الجملة بعدين الجملة كاملة بين قوسين علامات اقتباس فإذا فتح لك علامات اقتباس سكرها علامات اقتباس دير بالك يعكس لك إياهم هيك كيف بدي أعرف علامات الاقتباس من الأصغر للأكبر رقم 66 برقم 99 66 ب99 انتهى جملة ثمانية يلا نشوف مع بعض باجي بطلع يا أستاذ هاي يعني فاصلة إذا ضمنت انه خيار بي غلط لأنه حاط نقطة هاي مزبوطة فاصلة منقوطة نفس الفاصلة مزبوطة مزبوطة تمام قسة جزء الثاني هون انتهت بلش جزء جديد why don't طالب يقول لي هاي بالوسط لا بالأول هاي لأنه انهت جملة وبدت جملة جديدة هاي بالوسط هايها زي هيك فإذا why don't wh فعل wh فعل إذن هاي سؤال إذن هذي صارت غلط هاي صارت غلط هاي النقطة وعلامة استفهام إذن d طيب سؤال تسعة نتبه له أجل الفروع المهني وما أجل العلمي والأدبي كان سنتها يعتبر عند الطلاب سؤال صعب شو قصته الطالب أول ما لمح آه فعل بالبداية فعل بالبداية يا أستاذ أو dabbly uatch شو فعل بالبداية سؤال فراح الطالب ركض بده يحط علامة استفهام ما في أصلا أول الخيار علامة استفهام طب الآن دي سمول يعني ممنوع علامة استفهام طب شو القصة لازم فاصلة النقطة غلط فاصلة منقوطة صح فاصلة صح and where it is produced آه هذه and عطف فشو بقولك do you know no is when it was developed فاصلة and where it is produced سألك عن هاي الشغلة فdo you know اختتمت الجملة علامة استفهام فإذا خيار d يعني طالب بقول لي طب من الآخر مش فاهم أنا شو حكيت انت ضمنت هنا الفاصلة أو الفاصلة منقوطة عين وراسي طب هل الجملة بتنتهي بفواصل لا فخيار c صار غلط طيب هاي نقطة وهاي small فهاي غلط فظل يا هاي يا هاي بما أني بلشت الجملة بفعل إذا نعرف أنه بده يطلع إجباري معي علامة استفهام هل بدك تحط علامة استفهام هون مستحيل لأنه small فإذا مدت نحط بالآخر فإذا بختار خيار d هذا الخيار غلط لأنه بطل فيه علامات استفهام وإذا ما فهمت به بالمئة هاي جملة عشرة جملة من أحد القطع تبعتك will you آه بلشت بفعل طيب خلنا أشوف small إذن خيار b غلط الفراغ في النهاية غلط ينتهي بفاصلة إذن عادي تأكس خيارات إذن يا فاصلة نقطة يا فاصلة علامة استفهام will you بلشت بفعل الجملة سؤال إذن اختار الفاصلة وعلامة الاستفهام أمورك 100% سؤال 11 أجب هذا الشكل كمان بالوزارة بيجي الطالب بصفن ما فهمش الطالب وين أنا بالسؤال بيكون قايل لك the correct punctuated من عنوان الدرس low punctuation علامات الترقيم فإذن punctuated عرف هون إنه بده المرقمي صح إذن فيه خطأ بعلامة الترقيم بالجمل الطويل لما بدك تعمل دع دائرة خذها قاعدة بحياتك هاي الجملة أكيد غلط لأنه بلشت بsmall إذن حط معلومة عندك ممنوع تبدأ بsmall ممنوع الجملة تبدأ بحرف بsmall أوكي يلا شوف إذن أنا ضمنت إنه بيه غلط هاي واحد اثنين لو أنا كابيتل هل الـ WH ورافعل لا لو لو رافع السؤال طيب كيف حط هون علامة استفهام إذن هو أصلاً مش سؤال طيب آجي على الجملة الأولى نقطة وSmall خطأ اسمع إذا فيه خطأ واحد يعمل X على الجملة كاملة طيب الجملة 12 أجت هاي الجملة مرة للطلاب وبلش يقول لك إيش علامات الترقيم هاي بل طلب منك علامة الترقيم فوق لا قال لك الجملة اللي كتبت صح بناءاً عشو بدي أعرف يا أستاذ إنه كتبت صح أنت مش بتدرب من الفصل الأول إنه من الرايتنج الدع دائرة يجب لك جملة بعثرة ويعمل دع دائرة طيب هون ما حط لك فوق كلمات حط لك إياها من هون وبلش اكتشف وين مبعثر صح وين مبعثر خطأ طيب لما الطالب يفوت على امتحان وعارف أنه مصطلحات جسم الإنسان ومصطلحات الألوان مهمة إذن شك الطالب أنه قرأ مصطلح جسم الإنسان مش فاهم يا أستاذ شو بتحكي بدو سيب صفحة واحد أنا قلتلك عن تمرين معاني مهم جدا اللي هو مصطلحات جسم الإنسان زي ما تشايف keep your chin up فبعثرها غلط يعني أنت بهيجي يقول لك get your chest off it آه ما بطلع لهش ببعثرها غلط فانت به للترتيب الصحيح keep your chin up فارجع على الدرس بتلاقي أنه أنا حاطط لك هون keep your chin up بمرتب الخيار C فإذن C هي المزبوطة فانت به للكلمات اللي محطوط عليها مهم جدا قبل ما تخلص الصفحة في طلاب بيسأل برجع لورق وزارة بقول لي هذا الشكل وزارة هذا الشكل المطلوب طب افرض يا أستاذي بيوم الأيام رجعوا الشكل القديم وضربونا كان يجي زي هيك شو أعمل آه أجي زي هيك طبعا طبيعي هتطلق خط تحت الأخطاء طبعا في جاء في مربع بوكسات فيها جمل ما عليها خط هذا امتحان 2016 و2017 اللي التغى زمان الشكل تاعه انت الأشكال المطلوبة معك ما بعد 2019 فانت بهي كويس هذا من الوزارة فالطالب بيجي بتطلع لقى خطوط تحت الأخطاء تمام تعال خطأ علامة الترقيم طبعا انت به لما أعطيك التمرينات صفحة 106 را أعطيك هاي الجداول بس هسه هون عشان طالب ما يظلب نفسه وقال لك أجاني الجدول زي هيك خطأ علامة الترقيم هايو حاطت تحته خط طب يا أستاذ كيف بدي أحل تعال أقول لك كيف دك تحل عندك سمول إذن يا فاصلة يا فاصلة منقوطة أيام هاي الدروس الفاصلة منقوطة ما كانت مكتوبة لمين أعطي أولوية يا أستاذ لا فاصلة طب كيف أحله على ورقة إجابتي أنا بدأ نقول على ورقة بيضة طلع كيف بتحله تيجي بتأخذ قبلي بكلمة وبتحط الصح إنه هاي فاصلة وبتأخذ بعد بكلمة هيك الحل آه هيك الحل طب شو المشكلة يا أستاذ لو أنا عملت إنه علامة الاستفهام هي الخطأ وصارت فاصلة هي الصح هاي الطريقة بالوزارة ما تقول لي ليش ما كانت مقبولة فخليك على الطريقة هاي إذا أجاك هيك خذ قبلي بكلمة وخذ بعد بكلمة تمام تمام طيب أخذ لك ورقة ثانية يا هاي أيام ما كان ييجي ما يحطوا خط بس لأهمية الأمثلة رجعت الأمثلة أنا وإين أنا حطت لك خط تعال خط لك حط لك خط عن نقطة يا أستاذ هاي نقطة بعدها سمول إذن فاصلة فبتكتب anxiety فاصلة على دفتر إجابتك طيب أعطيك كمان ورقة امتحان هاي أحد وراق امتحاناتي التجريبي تمام اجيت أعطيت للطالب خطأ هاي الخطأ هون طب يا أستاذ هاي مش خطأ هاي نقطة وراها capital آه طب في السؤال آه والله where do w h وفعل إذن هاي علامة استفهام كيف نقولها دفتر إجابتك يا أستاذ بتكتب live علامة استفهام it أمورك تمام هاي كمان ورقة وزارة هذول وراق وزارة قديمة ما عليهم خطوط تعمدت أنا بإمكاني أجيب لك اللي عليهم خطوط لأنه هذول صارت أمثلة قديمة بلاش تتكرر بظل على الأقل الأمثلة مطلوبة بس طريقة السؤال تغيرت طب يا أستاذ معطيني هون نقطتين النقطتين بدها following مظبوط طيب كمل شو المطلوب capital إذن بدها نقطة إذن بكتب medicine نقطة F تمام أمورك آم أمورك تمام هاي أمثلي عشان ما يظل بنفس الطالب تمام وهيك خلص الدرس صفحة 103 والله يعطيكو ألف عافية ترجمة نانسي قنقر